في مطلع شهر فبراير سرقت شركة سامسونج انتباه الجميع بإعلانها عن هاتفها الجديد القابل للطي سامسونج زي فليب وهو آخر ما توصل له خبراء التقنية فيما يتعلق بالهواتف القابلة للطي اليوم سنقدم لكم مراجعة مفصلة لهذا الهاتف فقط جاهدوا المقطع حتى النهاية هاتف وعيد الحب منذ البداية حسبت شركة سامسونج حساب كل شيء في خطتها التسويقية إذ تم طرح الهاتف في الرابع عشر من فبراير ليحصل على أكبر قدر ممكن من الضجة التسويقية ليس هذا فحسب بل تم تسريب بعض المعلومات المتعلقة بسامسونج زي فليب في حفل توزيع جوائز الأوسكر عام 2020 الأمر الذي حظي باستحسان كبير بين المتابعين وسط بعض التعليقات الخبيثة عن سعي شركة سامسونج لاستعدة صورتها التي تضررت كثيرا بعد إطلاق سامسونج فولد وهو أول هاتف قابل للطي والذي حاز شهرة واسعة ليس بسبب سعره الذي قرب من 2000 دولار ولكن سرعان مرتفعت الشكاوى حول العالم من أعطال سيئة جدا ترد سامسونج على إثرها لاستحب هاتفها الجديد من الأسواق مع تذار حار قبل أن تعيد طرحه سريعا بعد محاولات لإصلاح العيوب الصناعية بالإضافة إلى بعض الهدايا وشهادة ضمان لمدة عام لذا ليس من الغريب أن تحتاج سامسونج لعودة بطولية للسباق الهواتف الذكية ففي أقل من عام حولت كل عيوب سامسونج فولد إلى مزايا رائع فشاشة سامسونج زي فليب شاشة زجاجية قابلة للطي وهو أمر رائع جدا وغير مسبوق ويطفي على الهاتف الحماية التي افتقدها الإصدار السابق ليس هذا فحسب بل تم وضع إطار خارجي للشاشة مصنوع من الكربون للتخفيف من قوة الارتطام وكذلك لمنع دخول الأتربة وغيرها إلى الهاتف في حالة طي شاشة الهاتف ديناميك أموليد قابلة للطي والشاشة الأساسية عند فتح الهاتف تأتي بحجم 6.7 أوساط بدقة 1080 في 2636 بيكسل وبجودة Full HD مع كثافة بيكسل 425 وأبعاد عرض 9 إلى 22 أي أنها شاشة سينمائية بامتياز تتيح لك تجربة استثنائية في مشاهدة الأفلام ومن قطع الفيديو الشاشة الصغيرة بحجم 1.1 بوصة بدقة 112 في 300 بيكسل وهي السوبر أموليد تدعم Always On Display فهي يظهر عليها الساعة والتاريخ والشاشة موجودة بجانب الكاميرات الخلفية من أكثر نقاط قوة الهاتف على الرغم من كون الشاشة أكبر من العديد من شاشات الهواتف المنافسة لكن عندما تطوي الهاتف ستجد أنه صغير في حجم راحة يدك أو أقل ولطي الهاتف استوحد سامسونج تقنية تشبه زهرة اللوتس فصنعت مفصلا جديدا يتيح للمستخدمي فتح الهاتف وبقاءه بثبات في عدة زوايا مثل الحاسوب المحمول معالج الهاتف Qualcomm Snapdragon 855 ثماني نواء بدقة تصنيع 7 نانوميتر وبقوة 2.95 جيجا هرتز مع معادل رسومي أنتريانو 640 وهو ما لاقى بعض الاعتراضات بسبب وجود معالج أقوى في إصدارات أخرى لسامسونج مثل معالج Qualcomm Snapdragon 865 مساحة التخزين 256 جيجا مع 8 جيجا من الرامات والذاكرة من نوع UFS 3 ولكن لا يدعم بطاقة الذاكرة كما أن عدد الرامات قد لا تكون كافية لتشغيل الهاتف بأفضل صورة ممكنة يأتي السامسونج Z Flip بثلاثة ألوان الأسود العاكس والبنفسجي العاكس والذهبي العاكس بسعر عالمي يبدأ من 1380 دولارا بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 3300 ميلي إمبير تدعم الشحن بقوة 15 واط عن طريق منفذ USB Type-C وهو أمر سلبي في نظر المراجعين فسعة البطارية أقل بكثير من بطارية الهواتف المناسبة لكن وفرت سامسونج تقنية الشحن اللاسلكي لأول مرة في هواتفها الذكية أما بالنسبة للكاميرا فالكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 والثانية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 وألترا وايد للتصوير العريض والكاميرا تدعم HDR وبانوراما وفلاش من الليد أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وعلى الرغم من كون الكاميرات أقل جودة من منافس سامسونج ومن بعض إصدارة سامسونج نفسها لكن عملت سامسونج على توفير مزايا باهرة فبهذا الهاتف الرائع يمكنك استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور السلفي بالإضافة إلى تعديلات جديدة لدعم التصوير الثابت بدون الحاجة لحمل الهاتف ولكن خاصية التعرف على الوجه بقيت للكاميرا الأمامية فقط مثل بقية الهواتف الذكية كما أن خاصية البصمة تم وضعها فوق زر الإغلاق على جانب الهاتف ولكي لا يتكرر الماضي يمكننا أن نلاحظ السلوك الحذر الذي تتبعه شركة سامسونج لكي لا يتحول هاتفها الرائع إلى سلاح مضاد مثل سلفه فعملت على إصدار تعليمات للمستخدمين بغرض الحفاظ على الهاتف وتلك التعليمات نذكر منها لا تخدج الشاشة بقلم أو ظفر لا تمسك الأشياء بين الشاشات عند الطي لا تلسق الملصقات على الشاشة لا تضع عليه بطاقات الاعتمال أو جهاز تنظيم ضربة القلب أبعده عن الأتربة والطعام والمشروبات وهي تعليمات أساسية جدا كما ترون تذكر من باب الاحتياط وأعتقد أنها غير ضرورية فمن ذا الذي سيشتري هاتفا بـ 1380 دولارا ثم يعرضه للأتربة والطعام أو يستخدمه كملقة لحمل الأشياء ألا ترون هذا معي؟ الآن عزيز المشاهد هل ترى أن سامسونج Z Flip يستحق الاقتناء أو لا؟ أخبرنا في التعليقات أسفل الفيديو شكرا لكم على المشاهدة نراكم لاحقا شكرا لكم على المشاهدة